13 نوفمبر عشرين ربعا عشرين مرحبا بكم في موعد جديد من سبور ميكس تنجموا تابعونا وينما كنتوا في تونس الكل من خلال سانسي سبوان في الفريقان سينتانا وتابعونا ايضا وتشاهدونا بالصوت والصورة في اللايب ستريمينك تلقاوها بدا حاليا على قناتنا في يوتوب سانغونت نجموا تشاهدونا وتخليوا تعليقاتكم خاصنا في الموضوع اللي باش تحكيوا فيه اليوم موضوع رئيس يكيد المقابلة لمنتخب الوطني التونس البالح والهزيمة المخيبة ضد منتخب جامبيا في تصفية كاس افريقيا باش نحكيو فيه اليوم منتخب حتى النصف ونه نصف مع ضيوفنا اليوم ساعدتها باستقبال اول مرة بحضنا ترق المسعودي مرحبا مرحبا اسليم تحية لك تحية للحضور وانشاء الله تعاد الساعة ونصف خفيفة شنين الامور طبا حمدو الله شنين التجربة ما كانتش كما يلزف من عروسه ليه والله ليه بالعكس التجربة كانت باهيه لكن تعرف انا سنسب المعنى سنسب اللون يفوذ تكونت كمدرب في جامعية كبيرة اسم هنيدي الافريقي خدمت في المنتخب اربع سنين خدمت في ليبيا دونك مانا المحترامي بتبيع للهويت والجامعيت هذوم فهم حاجات ما فيهمش موسيومة معناك ما تقاش راحتك ما فهمش عليش قاعد معناه هاني ديجا بريود ترونزيطور نستنى في حاجة معنا انشاء الله بينتو يا البرة يا فهم حاجة معنا في تونس بيهيا دونك ما فهمش عليش لانا ماناها نستنى وشادي نصف بش ناخد وانا نخدمه بالمبادئ امتيعنا يالي وكا ونطمنى توفيق للسبورتينك بنعروس بتبيعه وفهم حاجات ما ما يتحكي وشا ما انا نقولك انا ما نرقاش روحي في جو متاع هويته 100% صرتو في العقلية صرتو من المسؤولين ايضا مرحبا فاخردين قلبي مرحبا بسابق اتحاد بن جردان ومستقبل اسليمين اللاعب دولي سابق للاعبس المنتخب فاخردين قلبي ايش نحوالك مرحبا بك اسلام مرحبا بالحضور اكيد والرحب بجميع مستمعي ومشاهدي راديو ميسر شكرا لك فاخردين ايضا شديقنا احمد الصالحي مرحبا متلابسة الوطانية مرحبا سهلا اسلام انا مفهمش عليش حطيتني في مكان ماروينتاش اول سؤال سلولي على منتخب بش نقولك بن حميدة بن حميدة بوش نيبة مريحة ومسبب المنازمة لا ياسي المريح عاد اي لا حتى مش موجودين يقولك كرم هو مسبب الاخسارة اي هو البلالي يزيه بيك اه نرحب بصديقنا ايضا المحلل الاداء مالك بالقاضي مرحبا مالك وبيك عاشق خويا اسلام ومرحبا بخويا تارك خويا فخري واحمد ان شاء الله قدموا الاضافة مستمعي ومشاهدين الراديو ميسك وان شاء الله اليوم الحاجة بي ان شاء الله اسلام يظل اليوم نيتك مبيت او عضح معنات التركيز على كل ما هو جانب فني وتكتيكي حطيتني في وسط مجموعة تباركلا من الفنيين خلت تعرف عليش كل ما سلك على هوية مش تمشي للجانب الفني كل طيج اخوي احكي على الجانب الفني اخويا بدا تحب تحكي على امور الفنية اه بي خانبداو ناخدو كلمة بصفاها مقبل ما نروسو دي ما في التفاصيل امتاع المقابلة امتاع البلاح نبدأ معك انت فاخري ذاهلي ما يختلفوش اسنين للمستوي كان معتا سيء جدا للمنتخب التوازي اكيد اه مجمش حتى انسان اليوم اذا كان مش نحكيه اه من زاوية المنتخب الوطني بصراحة اه ما كنتش متفاجئ بالمستوي اه فمش حتى انسان فرح ويكون فرحان بالا بالمرحل اللي قعد مور بها المتخب خاطر بالنسبة لي انا موضوع اعمق من انه هو اه يكون اه سبب فيه مدرب وا الا اعمق من انه يكون فيه سبب اه حارس مر مغلط ولا مغلطش لاعب غلط ولا مغلطش اليوم اه قاعدين نخلصو في اه غياب البرمجة غياب التختيط اه غياب ادارة فنية اه من فترة غياب اه و الا خليني نقول اليوم نحكي على اه هيئة السرية اه دونك اه حاجة عادية اللي وسناله اليوم واذا كان منشوف شنا عمله ووقف التأمل واذا كان منشوف شناقفو الكورتنا ونقفو ونشوفو اه احنا وين وين كنا وين المشيين راه النجم نأكد لك اللي ممكن بشيه الاسوأ. هذا هو اسلام دونك ان شاء الله تكون وقفة حازمة وتكون وقفة من رجالات الكرة التونسية. انا دي ما نقول رجالات كرة تونسية. باش نحن نجم ونخرجو مليون سناله اليوم. ولا قدر الله ما نصلوشي المرحلة اعمق منك. اه كيف كيف مش تحكيه اليوم على التصريحات قيس العقوبي البيح في الندوة السعافية فهرت برشة جلال. ولنصينا كيف كالعادة سندج على البث المباشر متاعنا في يوتوب. هل في تصريحات وبعد مقابل تونس وغامبي الابرح ايجابة مش تكون دعم اه او لا نكمل معاك. طالق هناخر عايك في الماتش. الماتش ولا هاي كل. لا الماتش الماتش. طوام بعد ندخل الورب ايكل. الماتش اي الماتش ما كنش خايبين سرتول متون لول الكرة متاع التايف شوفنا لبقى. تعتقد هكا ما كنش خايبين. ما كنش خايبين متون لول كنداخت كرة التايف يتبدل الماتش. ما انا كنجين الخايبين كيفاش خاصرين واحد من ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما منتخب ما مصرح. خلقنا فرس دخل في كرة التايف معانيا ايه ما هما زاد ما خرقوش فرسهم. معانيا ما شدونيش اكلي اه في 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 كواء وكل اليه. ما كنش خايبين معانيا نخلقوا في فرس. لأبعضوا. ما ايه ما كنش خايبين متونلول ما كنش خايبين. كان دخل كرة التايف ايديك وشوفنا برا حاجات اه الملاعبية جدود اللي دخلو. اه المنتخب مريض. المنتخب عنده بريود مهوش في في احسن وضعية. عنده بريود قاعد تبديل المدربين. الجو للمشحون. الناس اللي كل شيء وليت اي حاجة تكبر تفوت للتاقة متاع المدرب و متاع الملاعبية. اه البرح انا عجبتني بتاع عيسر عيدوني. وما تحس ملاعبية. تلمون بريسان انورة معنا على على الملاعبية. ومهو ما بيده ما عنده ما يعملو. ما نجمشي جيوبك يقولك شبيهنا شبيه المنتخب. دونك فما برشة حاجية تزمها تتعاود في في المنتخب واهم حاجة اهم حاجة اللي جاء الوقت دي كلام انا قلتو بعد من ديال قطر دون ميل ويندو. الفو شون جي معناها يزم للاربة خمسة ملاعبية والباقي. كل في المنتخبات كل تعدى بها للفترة تذية. لكن اللي اللي يصنع له انه احنا في في بول كيما هيدي نكملو دوزيام معناها راي امورنا مهيش مهيش واضحة بالكل. اه وبعد ان ندخل نحكيه في الماتش بالديتالي. ايهاب التومي في التعليقات يقول لك يا تيج يا معذبهم ايحكي وعليك حتى في غيابك. اه تيج يا معذبهم اخويا معذب الناس كل. بيه يا احمد كيف يشوفت الماتش. بيه فقطالك يكون يقول اه انوافق تماما. اه اسلام كي بيش نحكيه عالماتش اذا نظرنا الى التاريخ فانها فضيحة بانتياز. لاننا نملك تاريخا عريقا وكبيرا قياسا بمنتخب جامبيا. اما الى اذا نظرنا الى الواقع وتواضعنا فانها هزيمة منطقية. وتحطها في ايطار الوضع اللي فيه كورة القدم التونسية تقريبا في السنتين الخنانية. حاجة اخرى مساعدت ناش في الماتش هو انه المنافس سجل قبلنا تقريبا منذ دقيقة سبعتاش وركن لك الباس يلعب لك بعشرة ملاعبية قدام الكاج. ما عندك ما تعمل وقت اللي ما عندكش الكاليتي هذي عادية في كورة القدم منافس يلعب لك بعشرة التالي. الوحيد اللي يحاول هو الطيفك مرة يتعدى مرة لاف الان كونتر اه في وضعية هكا انتبه حاجة الى ملاعبين مهريين ملاعبية قادرين يعملو لك يخلقو لك ويحثو لك الفارق سواء في وسط الميدان وإلا في الهجوم. حاجة اخرى الهدف اللي سجلوا منتخب قنبيا رأوا هدف مسبوق مخالفة على محمد علي بن رمضان اللي توفت فكت له كورة في وسط الميدان. مبعد مشاها مرياحة براسة وقعدوا معنات الملاعبية معه ونوشه بشعال اقل تخرج الكورة لتوش مشاها تكورنير تضربت وهذيك الاطار الفني من بين الحاجات اللي نبع عليها في الكورات الثابتة اللي يلعبها منتخب قنبيا ذيك من بين من بين الكورات الثابتة اللي يلعبها منتخب قنبيا ونبه ولكن ريت شفت معناتها الكورة كفشت ماركيت بعد ما لكم حظر بكثير تفاصيل على اللاقتة ذيك اللاقتة ذيك هو منتخب قنبيا يلعبها من بين في التنويع متاعه في اللي بالاريتي يلعب الكورة بالطريقة ذيك ولي طار الفني نبه الملاعبية وخاصة حارس المرمى والدفاع للحكاية ذيك لكن معناتها صار نوع من التراخي وإلا من قلة الانتباع والتركيز في المدافعين على غرام والمرياح ما طالعوش مع معالم لاعب يمشى ذرب الكورة ماركيت هدفك هو حطينا كل شيء ان كيستيون سحلنا قيس اللي عقوبي وقت اللي احنا قيس اللي عقوبي عنده اعداد القائمة شكرناه وقلنا قائمة هذي تقريبا تستجيب لمطالب جمهور الفيسبوك والمحلين والعالمين عرف تسمي فيه صحل عاش ما تسميش نقد طو طو كل واحد يشد البوست ذيكا يحس روح ومستهدف وقولك الاعلامي السادفية والفيسبوك السادفية اخوة لازم العباد تكون واعي لشد البوست ذيكا انك مدارب منتخب معنا من حق العباد تتكلم زيدا معناه وتعطي رايها بو فما فما كلام ما يتقالت انت تحكي داره وكلام متاع السحل اللي قلته وانتي والسبان معاك على الاخر لكن النقد معناه الناس كل اللي عنده حق تحكي عن ما انت خبزت ايه عندك الحق من نقدره وعنده عنده حدود مش نمشي للسحل والثلب والشتم ما شفتش الحق انا ولا يريد حتى مثلا سامير الوافي لماذا سامير الوافي عمل تدوين على قيس اللي عقوبي معناتها خارج التاريخ وخارج المنطق معناتها مش معقول مش معقول انا انصح كل مدرب تونسي هم بوحدة مدربين وياك تشد لكيب ناسيونال ستتعرض للهرسلة والشتم والتنكيل طيل فترتك طيلت فترتك مع المنتخب شرف لكل مدرب يقود لمنتخب ولازم يكون قوي في مخب ويكون في عرض مرحبت الصدر بش يقبل النقد انا قوي يا ولدي انت رايك قدام مكينة بش تواجه مكينة رايك مكينة متاه هدم كن ليست تعملها وذي مهمتك منتو محمد مهمتك انت وسلم لانه بصراحة فما بلاتويت فما الناس مانايخو ميكرو يقول ايه اللي يحب وليجي في مخو كل مع احترام بديع مش فما صحفيين يوقفوا ويكنترو يقولوا مش معقول وميجيش وكان لزم ينحيلوا الكلمة جملة وفما صحفيين والبلاتويت مش نحكي انا على تيك توك والفيسبوك لو ذيك الظاهرة صحية لو نس كل تحكي في الكرة وتحب المنتخب عادي عادي معناها حاجات به ما فهم بلاتويت الحقيقة سليم معناها لو يقول اللي يحب كانوا منتصر لوحيشي يشدوه اللي مهمش كل بستية يفتقوه كانوا جلال قادر يشدوه للنس كل وقته جلال عد نس كل جد ضد ومنظر كبير كيف كيف قيس ومفوز بنزرتي كان احسن مدرب بعد فما كلم ما يتقالش وذي الحقيقة ذي رأيينا رأيك مواطن ما شفتش كلم تقال على المدربين ما يتقالش في البلاتويت اعطيني مثلا اعطيني مثلا انا اعطيك انا تدوين سامير الوافي مؤثر كبير مصديق لا سامير الوافي مؤثر مؤثر سامير مؤثر يجيوا حتى تدوين تخذوها بعض المواقعه وتبنوها من غير ما نسبوها الاسمه انا اعطيك مثلا قل قيس اليعقبي ذارة صوتية ولغوية واتصالية اقصى ما يستحقه هو ناتق رسمي باسم الجامعة يا حذق التواصل والمصروف اللغوي والفصاحة لكنه على الميدان لا يستطيع ان يحول مع انت تنظيره الى فعل وكل تجاربه السابقة لتبرر وجوده في المنتخب فما بالك على رأسه احنا احنا بش نحلو تدوين سامير الوافي لا سامير الوافي مؤثر كبير مصدر اليوم نحكيه بصراحة احمد بش نحكيه اليوم على اه ظهر في المجتمع ليش نقول ظهر في المجتمع خطر احنا ربطنا على مدر متخب اليوم رأوا الفيرق متاعنا سعيد سايبي في كلوب افريكان كيفاش خرج نحكيه على شعبين الفترة الثانية متاعه كيفاش خرج نسبو جلبين نحكيه على فوزي بن زارتي رأوا نحكيه لك جايدي في التراجي رأوا نحكيه لك على ذهر نحكيه على ذهر بصراحة في اه نقول في المجتمع بتاعنا خطر اليوم الى متى الى متى بش تواصل شي هذا اليوم نشوفه حتى المدربين بتاعنا مدربين بتاعنا رأوا لات ماش تحب ترين في تونس مدربين بتاعنا ولا تخارج ولا تمشي مساعدهاش خطر اليوم نصل للسحة نصله على اه اي انسان اليوم مخول له انه هو يقيم نحكيه على اسمير الوافي سمحني في الكورة اليوم بش تحكي اندي بش تقيم مدرب ولا تقيم فنيا مدرب معناتش نوع الحاجة الي عندك انتي بش نجم فقري انا ضد الصنصرة رأوا اي واحد قاعد في القهوة فان برش يقولوا مش مش اي واحد تكلم انا حتى مع كل القاعد في القهوة عنده الحق يبدي رايو رأوا مساح الشخصية كتب على بروفيله اموره يبدي رايو حتى لو كان ما يفهمش هو عنده ما يفهمش اما طريقة اليحكي بارو طويكي رأوا طريقة متاع اه سحل طريقة متاع متاع بصراحة معنات مش فكيك لو نحكيه على نقد ما تقودش بالطريقة ذيكي مش بالطريقة ذيكي تمس في الشخص انتي يعطينا احنا نحكيه بمنطق فيش اخطأ قيس اليعقوبي وفي ماء وفيش اساب حلش نشدوا الراجل اللي كاك نحطوه في التركينا خلينا نرجو الاكفل المباراة مالك ما سمعنيكش عندي ضغير عندك الاستاتيستيك اكثر على المباراة اي اما خلينا نحكيه ساعب قشور كي ما نقول نعم المنتخب بالبارحة بالتباع مرحلة انتقالية عموما مرحلة انتقالية بالتباع اخسار الشبان اللي جاءوا والملاعبين المحترفين جاءوا في ظروف خايبة شوي بصراحة اه فما حاجات باية فما حاجات خايبة البارحة الناس الكل قبل الماتش قلنا يلزم قيس يدور ويدور الفكتيف خنزيد ونشوفوا اكثر الملاعبين اه بالتباع السكور متاع باعشو كي ما قالوا الناس الكل متاع اه كي مش نحكيه ادير متاع الول كان كي ما يلزم لكن مش تطال باي شوفنا جوست كان التايف والعابدي والي بقي يطبع تتبيع اه كي ما قلتك مرحلة انتقالية اه تقريبنا النسخة متابقى للماتش تونس وجزور القمر انا زيرو في رادس انتروا نور فاوزي بنزارتي ومارا يدي قيس العقود تبديل كان في الاسماء كهو نفس الاخسارة نفس الستات نفس كل شي ونفس الظروف المقابل اه باي حظرتنا باش ما يبدوش نحكيه من فراغ فاما بعض الاحصائيات حظرتهم اي موجودة الاحصائيات تجاه تتشوفه في الغرافيك اه تقريبا فاما المنتخب التونس الملاحظة ان يشد نسبة امتلاك الكرة كانت تلاثة وستين بالمئة معنى بالضبط كي مش نحكيه على نسبة امتلاك الكرة نحكيه على طنفور نحكيه على النامبر دي تير نحكيه على الترنت متر الاخرانية هناك تشوف الاستات هاده مكل تجي تشوف السكور ترقاه ما ماركيه ناش تقريب الوكازيون الوحيدة متاع التايف بالتباعة نحكيه عليها بالقديع التايف معناتها تبدل ادوار هو على العابدي حل اولا رجيرو على العابدي تخال الانتيريور وصارت برشه مرات الحاجة البيئة في المنتخب خروج على العابدي تبدل المنتخب تسعين درجة تقريب كي ما تشوفوا معناتها الطنفور النامبر دي تير فوق المتوسط وصورتو شيره ليصار شيرت علي العابدي والتايف والزوند اكسيان لانتا رحكيه من بعد المليو تيران وين كان البروبلم كان في الترانزيسيون الرابيد صورتو من اللاعب محمد علي بالرمضان اللي ما كانش في احسن حالاته وكان عط البرشه الهجمه تقريب اكثر ملاعبي في وسط الميدان اللي اخسر البرشه كوره طبعا كاذو ما كلتا ونبعد نرجع لهم الفقري باش تفسرت 60 بالمئة نسبة امتلاك الكوره مقابل ما تعني حد شيضا هل المنتخب اخسرت الوطروب وهو في ركس عادي عادي فكوره اليوم معاش الوزيسيون هي كل اليوم نحكيه على انك انك انت تكون افكاسي بلو اكثر من قديل البوزيسيون اليوم بصراحة التغييرات اللي صارت في المنتخب اليوم وإلا جنجيو نلوموا على الاطار الفني قيس العقوبة ولا عثمان نجار نحكيه على كيف كيف زاد اقبلهم سيفوز البزارتي بصراح ما عندهم شوقت ما عندهم شوقت باش نموم يخدم مع مجموعة اليوم نشوفه ممكن مقابل المقابلة راهو انك انتي الوتوماتيزم اليشي تبنيه متنجامش تكون في مقابلة كيما الاخير عالش قينا صعوبات كبيرة خاصة في التنشيط الهجومي التنشيط الهجومي راه متنجامش تجيه بنتي حداش اللعب اول مره يلعب مع بعضهم في تمارين نتصور انا قداش نعمل من حاسة تمارينية متصورش زوز دو تروى سيون زو ترانمون باش انك انتش ناجم تلقى معين باش ناجم انك انتي خاصة اه اشنو اشنو اللي عمال الفارق بالنسبة لي انا في المقابلة البارح احنا تاريخيا ديما نلقاوا صعوبات اه ضد الفرق اللي بلوزو موا اه طيحنا البلوك وطلعبانا على الترانزيسيون بتاتر حتى اه قيس العقوب حكي بعد المقابلة حكي انو في اللي كيليبر حقيقة كنا احسن مقابل الفارتة خاطر مقابل الفارتة بتاتر صحيح انتصرنا لكن فما ديزي كيليبر كبير ان احنا في تنشيط الوجوم لقينا صعوبات كبيرة قعدنا ديما على اجتهادات ما فماش اه بلزمو افكار واضحة في تنشيط الوجوم بتاعنا صاروا حاجات اه ولا صاروا اه كالكو اه سيكونس بالنسبة لي انا اه ارتجاليا خاصة علي سار بين العابدي و اه سيفدين الطيف على اليمين الحق ما ما كانتش مع التجابة على اليمين وهذا بالنسبة لي انا متوقع طليل انتي تشوف بالكزمبل اه مالجري اللي اه اه مستير اه عدم مقابلة ومتمتش اشوف محمود غربيل عدم مقابلة ممتازة جدا معتها اه دفاعيا اكثر دفاعيا اكثر وقدا ما شوفناه اه دفاعيا اكثر لكن كان مقابلة اولى في المتخب مقابلة بصراحة مباشرة والعقم بالنسبة لي انا كان في وسط الميدان في وسط الميدان بصراحة ملقينش كل الحلول اللي ادخلنا نحنا نوصل åه للإنبي في الي السيتياتين بإن جواها وفي الغرم على الخرين. وحطينا Connect haben بذي بي اه في الأخر كما قلت لك مع 1995 beschèmesك إن كنت تكون عندك بذهاب بذرورها أنك NI مش تكون اه فاعل ويوم اه اليوم كما قلت التغييرات اللي صارت ما نجموش حتى الناخب الوطني اليوم شوفوا فاركزامل المنتخب نيجيري ينازم مقابل مترشح ينازم في الملعب انتعوا آآ ضد متخب روانا ما تشفيه عليها ذاك آآ ما تشفيه عليها احنا نحكيه على المنتخب نيجيري. اقول لك عايش خالت ناجم يكون ما ما نعطيوش حكم قطعي لكن ناجم يكون مسايب. اي 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 اذاك صحيح اي اي شميتة في المنتخب اللي في المنتخب اللي نعفل لسكون بالتونسي رعطها بالنسبة لان المقابلة الاخيرة هذي بالذيت بصراحة ما لازمناش نننكبروه اكثر من مناعة خطر في اللي اخر بالكليكي جربنا اليوم جربنا الحامري جربنا غربال جربنا آآ كيف كيف زاد حازم مسطوري على على غرام كيف كيف رجع دحمان معانيتها مقابلة بالنسبة لان بعد ما ترشحنا المقابلة الاخيرة وخاصة خاصة اليوم مش نحكيه على الظروف اللي صارت بعد المقابلة الاخيرة خطر اليوم راوا المتخب راوا مش بعيدة على الاجواء الدائرة بالبلاد والدائرة بالمتخب راوا نشوفوا المشكل زادة بين آآ تراجر ياضي والكيف كيف زادة آآ كامل سيد كامل يدير معدلي صار البوليميكي اللي صارت المشكلة بتعميميش والتغيير تعميميش راوا ناس مركزة على المقابلة وناس على برشة حاجات اخرين صايرة مفروض انتك يا منتخب بتكون عزلة تامة ما يهمكش في اليساير برد تنجمش يسليم تنجمش يخليهم في عزل يوم عزلة انت تحكي على لعبين معنات عندك اخوك عندك زميلك عندك فيسبوك متاعك عندك كيف كيف نشوف حتى الناخب الوطني نحكي لك عن ناخب الوطني مسلش لعبين خطرناه في الاخر بالكل ناخب الوطني باللس بمعناية السيدة ذاك شنو قال اللي هو بالنسبة لي انا ميزمش يسير طبع بعد نجيوها اكثر نحكي عليها فخر الدين اه كيف كيف من الحصائيات طارق لاحظوا فشان الكبير في استغلال لبلاريتيم يعني كي تجيك عشرة ركنيات بتصدغلش حتى واحدة فيهم كيف كيف نقطة استفاهم اخرى معنا لانو عنا مشكلة بتاع تيرير هذي عندها سنين معناش يشكون يضرب بلاليتي بالقدير يعني عنا مشكلة انا طوا رجعت طوا الكوتش يحكي وانا رجعت تدوين دو جوان دو ميل فنترو وعملت هنا انا محمود غربين وقتها بعد المونديال تعالى الارجونتين وبعد اسئلت عليه في في سفيقس قالوا ليرو عنده مشكلة انو ملاعبي اه 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 ادو فيزاج معنا ينجم يعملك ماتش كبير برشا ينجم بمترقاش بالكل وذك اللي خليه يخرج من اللي يستبتع سياسي اشالي يطلع اسمع فيه محمود غربيل توجهته فرصة مشكل المسير تقلق تخل المنتخب عمال ماتش محترم البارح ومعناش برشا في البوستا ذيك السيرتو لتيرال درواء وديما احنا انا ديما اقول المشين جوحوا البرة في اوروبا نحنا ولادنا راوم لك تهرية تسعين في المية مدافعين والتاريخ يقول اذي ان شاء الله ربي اه يوافقوا يزموا يخدموا يروحوا وينحي الحاجة ذي اللي هي سلبية على الاخر اذا كاني موجودة بتبيع خاطرنا نسئلت فنيين قرأة ببرشا من من محمود غربيل وتعرف انت بش تلعب في في جامعية كبيرة يزمك ديما تكون بيرفورمان ويزمك تكون ديما اه حاضر انه الروندمون بتاعك يكون معناه طالع وهابط حاجة خايبة ببرشا اولا نقرأك التدوين اسلام محمود غربيل كتشي في المون ديها شخصية حضور بدني فنيات وروح غير عادية ساجة زوزة هديف وعمال الفرق وارقام تعمه هاجم مليعبي باش يكون في المنتخب الاول في المستقبل اذي انا قلته انا في دو جوان دو ميل فنت روا هدف البرازيل اكبر دليل هو بدية الهجمة وكملها برافو على الاسرار والروح اللي عنده ان شاء الله يخرش في اقرب وقت في جامعيته وهو يستفيد مون ديالارجنتين اه مون ديالارجنتين هذه دو جوان دو ميل فنت روا معياني عندها عام اكثر شوية مبعد نقاوه اخرج من 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 السياسيس الروز مون لي هو مش هي الجامعية كبيرة اللي هي المستير وحاضرة وقاعدة كاربيري وقاعدة تعطي في برشاكورة هاي جيت وفور ساخر للمنتخب ان شاء الله ديما الملعبية دوم اللي يجيون اللي يبدا عنده كاليتي ديما ماذا بينا دي ما ننصحوهم ونواجهوهم اثنية صحيحة باش هو يربح والمنتخبير لح. دجاء البرح هو الامض وماتش تقريب في اكثر من بلاتفوروم ولوجسيال هو الاكثر نوات اخذاها محمود وربال. علاش مامشاش بالطبيعة الوفنسيف برشا. بحكم اه ما فهماش هو الحمري. اه معلتها الهناء كنشوفه البرح. الحمري الحمري. بلا هو من حفوز وتحية الحفوز. الحمري وعلي العامري كنا انا في الفريقي. اه علي العامري هو العامري من الوزلتية. اضمن كل من الوزلتية. شو حسب مكتوب نعم. لا لا تحية للقروين اللي وحفوز اللي طلعت برشا ملاعبية. ربيع الحمري. الفميم تيح معايلتهم الحمري مش الحمري. واضح. متربجو بيه مش واجه. اه بي معتهم مش مش للطايف والعبدي هم الافضل. كنو. شفهمك هي هي شنو صار هو الاتوماتيزم. اه به. كي نحكيو عالي زاكسيو غرام ومرياح. الهناء انتو نشوفو فاميش معتها كونيكشن قوي بيناتهم ديجا شوفنا الاكسيون. مغير ما نرجعو لزاكسيون خاطر ديجا مايش حاضر ايدي. الاكسيون اللي نحكيو عليها دقيقة لعب اللي الكوفيرتور روتار صارت من من غرام المرياح. تقريب بعدها بريسك دي منوت باس زادة في الانترفال خرج بريسك تيتا تيت الملاعبي. الهناء في ترانة منوت. العرش كان برشا ركزو. فما شانجمون ومرياح مشي عالي صار وغرام جامل هنا. بدلوا لدوار. ذهلي ما هوش مخطط لهو شانجمون فالذتو وقاء على اللعبة. وديجا اول مسار شانجمون بتاع مرياح. اول ديال يربحوا مرياح. معلتها يجي ميكون مرياح حاضر اكثر من غرام. اذا اتصال يبين وهو وغرام. يجي ميكون معلتها يجي ميكون ملاعبي حاضر صنبور صنب لعبي لي ولا. فما حاجة قطل وحيدة كهو بها في الماتش في الاساكسيون اللي حضرت روح. بالنسبة للحاجة الوحيدة معتها لكسيون الولانية. لكسيون الولانية اللي هي معتها زون داتاك. في الميكروه. زون داتاك. هنا شفنا تقريب نفس اللي صار في الماتش اللي قبله معتها هنا نجمو نحكيه على توماتيزم تبادل الادوار. كونكشن قوي بين علي العابدي والطايف. هذا يمكسب للمنتخب التونسي معتها ذي نقطة قوة و نقطة مهمة برشا و نحكيه لهنا علي العابدي يتبادل الادوار يدخل الانتريور و يمشي الارجير. الطايف نفس الشي الطايف وقتل تستحق يعمل السيست يعطي له. لاني الطايف حاجة بي فيه في الشواء. اختار شواء. دونك يستنى المنتيم تع العابدي و يخدم معه و يمشي الانتريور و يعمل التير متاعه. انتي و الوضعية عيش فيها الطايف و حاجة مهمة عجبني برشا الطايف. عنا برشا مجبناش ملاعبي. الكاليتية ذي كمعتها يخدم انديفيدويل و و ممتون يخدم كولكتيف. لتقريب اللي زيليلي عنا الكل كيمال مساكني كيمال وهي بالخازري. بريسك يخدم اكثر انديفيدويل هو هو والوضعية يخدم كولكتيف و ممتون يخدم معتها انديفيدويل. شوفنا الاكسيان الولانية كما بقتلكم الاكسيان الولانية هي احسن اكت صارت في الترحة داية و الخدمة مع العابدي كما صارت في الاكسيان الولانية هي النقطة المهمة في الاكسيان الولانية. احسن ماتش للطايف ذهالي من يجال من دخب احمد. انا عجبني فيه سيبتو الجينيروزيتين تاعه معناتها شوفنا قديش من 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 لقطة يرجع هو يكوفري في الديفونس و يخوهو الكورة معناتها اوليد تحسوا من الملاعبية الوعدين اللي نجمه معناتها يقدم اضافة المنتخب الوطني. وهو تقريبا انا في تشكيل المنتخب اللي قادر يتعدلك ان كونترها معناتها فاسيلا وحده ما نجمش يصنع الربيع في ظرف في ماتش البرح. كان فيه الفريق المنافسي را ما تكتل. عندك شلم لعبية الفلتات احنا طول عمرنا اراه المنتخب افضل جيل فيه فرديات كان عام اربعة وتسعين ورينك الفضيحة اللي خرجنا من التول لين يكسل على. بعد شنوه الباز تالي كيبناس يونسي اللحمة والانسي جيم بين الملاعبية والخبث التكتيك. هذا ما للاسف بعد كسل عالم موجودين لانه صارت برشا فوضاء في المنتخب الوطني صار برشا تغيير المدربين صار معناتها اللي حاطة كانت موجودة في المنتخب الوطني وستوندين والبرستيج اللي كان موجود معتش موجود منذ معناتها سجن رئيس الجامعة ومغادرة حسين جنيح ومحامد اسليم بن عثمان اصبح المنتخب الوطني يتيم. ولا لا 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 معناتها بواكي لهو هذا هو وقعنا تاوه كيفاش تحب انت يكون عندك يكيب ناسيونال وقت اللي ملاعب يجيك ما يلعبش تيت يولير يروح يقول لك انا مضروب والاخر يقول لك ما لعبتنيش جيت 17 مرة لا معاش نقعد هذا هو احمد احمد تكون فيرمي الكلام الحاجات هذو ما ريتهم خاصة اللي هنا بش نحكي عن الدور محمد سليم بن عثمان محمد سليم بن عثمان كان يقوم بالدور اللي حاجات من النوع هذين مكنش نسموا بهم اقبل روا في علاقة خاصة بي حاجات المنسموا بهم اللي هم اشنو اللعب اسباب عائلية لا 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 كان دي ما يصير لاعبين طرف وذالدور لا سمعني سمعني صارت مع حسان بن علي لا صارت مع حسان بن علي يملعبش صارت مع عيب الخضر يقبل صارت مع عدي اسسخير صارت مع ديلاي مبرون صارت مع يوسف المساكن يقبل محفل جاني سياسي يقبل ما تكون كده تنقصي يقريتهم الحاجات من النوع هذين يا اسلام شو ما حبيت نقول لك سليم بن عثمان سليم بن عثمان كان فم علاقة بين اللاعبين هو حلقة الوصل بين اللاعبين خاصة نحكي على المحترفين اللي هنا وبين الإطار الفني كان دي ما مساهل العمل متع الإطار الفني ستصبح المشكلة تتحل ستصبح المشكلة تتحل اليوم نحكيه على بار اكزامبل لنا الياس العشوري تصريح ناخب وطني يقول لك رأى مصاب ومبعث تلقاه في البنك موجود مع الفريق حلنا باع للمجمهر يملعبش حلنا باع المجمهر أنا نحكي لك اليوم العلاقة ذيكي حتى قناع عديد من اللاعبين باش يجيوا كونوا ذاكرة بتاعنا وكانت العلاقة خاصة اللي هنا باش نحكي على حلقة الوصل بين الناخب الوطني خاطر اليوم ما نشوفنا اليوم نحكيه اه عثمان نجار يحكي على علاقته مع اللاعبين الاتصالين مع اللاعبين انه يكلم الوالد انه يكلم وسلحاته يكلم الوكيل انه كل روالسيون هذيكي كل حاجة الي نكنتش مباشرة اليوم تفقدت في علاقة خاصة سليم بن عثمان واللي بالنسبة لي كان يقوم بدور كبير وكبير جدا في المتخبلات التونسي واليوم تفقدت بصراحة خاطر نحبو لنكره في فترة ما فترات كان المتخبلات الوطني. اليوم نحكيه على اطار فني في في المنتخب الوطني من ثلاثة افراد يا رسول له. مم. اليوم تحكي على اه مدرب حراس تحكي على معنا تلاثة اربعة افراد في منتخب وطني. معنا ترى وحاجات احنا اليوم في وضعية استثنائية. اليوم بالنسبة لي انا صحيح الناس كليكي فرحت. يعني بالنسبة لي انا ما نكون مفرحتش برشة بترشح على المنتخب بخطر. ترشحنا بالمستوي ذا يعي مشينا للمنتخب غدوة. مشينا للكاس فريقي غدوة بالمستوي ذا. شنو مش تعمل? ما في الاخر بالكوليك نجم تكون فضيحة. اليوم يلزم لناقفه. اليوم يلزم بصراحة. اه برمجة وتخطيط. نحكي على برمجة وتخطيط. اليوم قبل الغدوة لازم تتحط ادارة فنية. باش يكون شواء متاع ناخب وطني. في الاخر بالكوليك يكون شواء متاع ناخب وطني في اقرب وقت. خطر عندك تصفية كاس عالم. رو تصفية كاس عالم مش جي انتي قبل اه بشهر وقبل ثلاثة سابيع وتحط ناخب وطني ودخلوا هيج يخدم. لا. فمتابعة اللاعبين بتاعك. فمتابعة متاع منافسين بتاعك. انه كدي باش تحضر المنافسين ايضم. دونك كيف كيف اليوم لازم ناخب الوطني. اليوم لازم ناخدو القرار شكون بشكون موجود. واسلام بالله جوست ايضا يا بركة. معتلا حسما نشوف القائمة. وفما حاجات بايا راو الملاعبية دومة قاعدين يلعبوا في المنتخب بتاوة. راو بش يزيدوا يتطوروا راو. بش يزيدوا ياخذوا اكثر طنجوة في جامعيات ومش يزيدوا يتطوروا. الاخرين اللي تنحاوا برشا كيما فرجاني يوصف ونساكني. هذو كم حوصلوا للطاق. معاشي نجم يزيد اكتر. دونك الملاعبية قادرين يتطور. بالنسبة للدور سليم من عوثمان انا متأكد معتها لي عوثمان النجار قاعد يقوم بالدورة ذيت او حاليا معتها. عوثمان النجار قاعد اه يتصل بالملعبية قاعد قريب. او يتصل بالملعبية ما كنت قطل كان العلاقة. العلاقة باللعب مش كما سعيدك. مش كما وعد خدمته هذي. مش كما وعد خدمته هذي. خطفهم حاجات راو معنا خبروت اني حتى اللعب في حديد ونجم يسلوهم مش. نجم بالعكس. لكل علاقة ذيكي وكل الريلاسيون هذيكي. نجم تكون مع اسليم بن عوثمان بالنسبة لنشوف احسنها. بتاريخيا كانت الافادة موجودة. نمشي وفاصل الموزيك وبعد نكامل نحكيو على بقية التفاصيل متع مقابل المنتخب.